نائبة وزيرة الخارجية الأمريكية ألزابة جونز التقت أيضا رئيس الجمهورية في بعبدة حيث بحثا في أوضاع المنطقة وهي غادرت القصر الجمهوري من دون الإدلاء بأي تصريح كذلك التقت جونز رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وغادرت السراي أيضا من دون تصريح وكان رئيس ميقاتي تمنى في تغريدة على تويتر لو كانت المعارضة بناءة والمعركة سياسية ولكنها شخصية بامتياز كما قال موسيقى